إيه من أخبارنا أيضا القضية السكانية اللي هي من أهم القضايا اللي بتسعى أجهزة الدولة للتوعية بمخاطرها اقتصاديا واجتماعيا وعشان كده أطلقت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الحملة الإعلامية التمهيدية لمشروع كفاية مين للتوعية بالقضية السكانية من مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وقالت الوزيرة غادة والي أن برنامج كفاية مين جزء من استراتيجية قومية بتقودها وزارة الصحة وأشارت إلى أن وزارة الصحة أسنادت إلى كل وزارة دور من الأدوار ودور وزارة التضامن الاجتماعي هو التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لرفع الوعي ودعم المرأة لنشر الخطاب اللي بتنادي بيه الوزارة وهو أسرة صغيرة والمباعدة بين الولادات يعني يبقى فيه فترة ما بين كل ولادة والتانية وأشارت أيضا الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج بتستهدف عشر محافظات هي الأكثر خصوبة والأكثر فقرا والأقل دخلا إن شاء الله بتنجح الحملة في توصيل رسلتها ونكتفي بطفلين يعني في أسرنا المصرية عشان نقدر نعلمهم كويس ونربيهم كويس وكمان يعيشوا في وضع اجتماعي واقتصادي أفضل ترجمة نانسي قنقر